اشتركوا في القناة جزائرية على طريقتي اشبه العش في حبة بيت ان شاء الله يجبكم و بالنسبة الاطفال لا يأكل الكرومب هنا في هذا الوصفة بسم الله المقادير عندي نصف راس كرومب قطعهم بعد رقيق عندي طماطم تحبو حبة ترابي و تحبو زوج حبات على حسب المقادير اللي عندكم عندي شوية دجاجة انا مرحي كنت متبلاته من قبل عندي شوية زعيترة شوية ثوم شوية ثوابت و نريد نخدم و نضكر معكم المقادير انا هادا كرومباني نقل على هادا براسة اللي خشينا اللي تطول في الطير نقطعهم كما تشوفو فيها كرقيق ولا رحيوهم كما تحبو كما تحبو باش ولادكم ما يحسوش بهم ارحيوهم ولا قطعهم كما هادا حطوهم في ايناء حتى نكمل كامل هادا الكمية كما تحسب الافراد العائلة كي قطعتم كنت غسلتم بالمشحة ممرة و صفيتم عاد و قطعتم نسيتم قطلكمش في الاول كما تحبو من جيه اخر كنت باطاق سيتم كما تشوفو دوائر بش مستطيع وقت فورتها نضيف لها شوية ملح وصفة اقتصادية روعة و رمشة اللي جربوها ولادكم تعجبوهم بزيب بزيب انا ديت شوية جوبة مطاري ديرو مغرفة ولا زوج مغار كما تحبو و رحيوها بالفرشيطة كما حدها عاد حامية تحبو تديرو عليها حكا تاع الزيتر ولا تاع الزعتر انا هذي الزيتر كنت غاسلاتة ولا تليرطة بعض و قندي شوية زعتر ناشف حكوها تزدلو بنا ولا تحب تدير قصبر ولا المعدن و ستدير انا يعجبوني هادا بنا تاع الزعتر و زيتر و زيتو لها شوية جبن اي نوع عندكم تحبو 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 بايد تخلطوهم كامل تحبو تحبو نحن نحن نجمه لكم بنا ما شاء الله هنالتوابل عندي ففل احمر حلو وحار عندي شوية ثوم غبره شوية راس الحانوت عطرية كاملتوا بالكمون كركم ايه لعندكم تعداجاج زيدوه تابل تعداجاج هنالت فارينة قد زجم غارفون نرسم توم على حسب ما الخالط يلتم بالكم وخلطوه بيديكم هكه باش الخالط يجنس مليح مليح لموه باش نجمو نديروه راني نحس بشوية جارية ونزيد حمص مغرفة تاع فارينة باش يجين عم نتماسك ونقدر نشكلو على شكل عش نضيف شوية فارينة تبعينكم ميزانكم دي واحدة التماغة اعرف ولا كيما في الحساب خالي بتاعكو وهنا ديرو شي ملح مع الدجاج كنتم تبلا تبخيين تعمل نضيفو على سببت البيض ولا سببت الكروم هنا مبعد ما خالط جانس لي روح نغسل يدي ونعود نرجع معاكم هنا ديرو شي الزيت باش تستاعينوا باش الخالط رعدنا طريق بزاف ديرو شي الزيت في يديكم وشكلو على شكل عش نجيبو البلالي دخل للكوشة كتشوفو باش هلك البلاسة نحطو فيها البطاطا بيري شكله نحن مسأل شكلت مازل شوية جارية اضيفت شوية افارينة شوية ونزيد نخلطها مليح و نستعيده في زيت باش ما تلسقلناش راح كتشوفو فيها شوية جارية البطاطا تاني مذكرها عاد حامية تاني راح عاد جارية شوفو بالزيت الجيني سهلة باش ننشكلها على شكل عش في الاول نكوروها مليح مليح نتشكر على شكل كورا وبعد ننخليوها فارغة في الواسط ونعمر البلاكة منسدفوهم كيف كيف هاد اطباق روعة ولا غير ما شاء الله منيو منجربوهم باش في عمضان وكل مره ندلو حاجه هاد طابق يجي في رمضان مع الحريرة يجي هايل يجي ما شاء الله والله اللهم بلغنا رمضان لفاقدين ولا مفقودين ان شاء الله يارب يدخل عليكم بالصحة ولهنا يارب تصوموه وانتم في احسن الاحوال يارب دايما الحبيبات يديرو شي يزيد فيديكم شمتلا باش الخالد ما يلسق الكمش تعاونوا ارواحكم حتى نكمل اكتشوفوه كل كوراي كبيرة ما شاء الله يدية كل حبة يشبع نعمر كامل البطاطا نعمر كامل البطاطا انا دايما نحب نكمل معاكم كامل وصفه من الاول حتى الاخر باش تشوفون كيف هجرت باقي لي هاد البطاطا اللي يبقى نزيد نكملهم ومبعد نعود نرجع للبطاطا خلطها مع رها عاد حامل وكراها بردة تجيكم ساهلة كما في رمضان وجدوهم فلوسة ديلو هاد البطاطا الصباح اللي عشية يتكورها وتحطوها في فاد البلا اكتشوفو دايما ندير شوية زيت في صباعي مش متلسقليش ونكورها على شكل كورا مع رفيها الجبنة يبنينا ما شاء الله تحبو تدولها شوية قصور تحبو تخليوها كما راها نديرت لنا شوية زعتر هكتشوفو الكورا كبيرة ندير حفادك العش ولكوشة نشعلها نقصها على نارة وسطا نكمل كامل نعمر العشتاء لفهم البيضات نزيد صباح 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 نزيد اللم هذا اللي بقالي كامل نزيده في الحبة اللي بقالي في الواسط وهذا هو الطابق تعني يكون مواجد نديره في الكوشي طيبنا نشعله هنا ملتحت لمدة اكتر من نص ساعة حتى نحس به اكتشوي في الزيت نزيد الزيت تفررته حتى لا يدير الزيت هنا الطابق تكون طيبة عبيدة او طابق مرحيه كلمة الحاجه اللي تكون عندكم نديروها هكتشوفوني نديرها ملتحت بشتها في هذك اللاصص طوماط في المنطقة قطي بنا مع الكرمب الثاني يتلقمه و جيوز ناشفه و ما شاء الله زيدوا لها كما تشوفوا رشة على الجبن ولا تخلووا تل الاخير و تضيروا الجبن كما تحبوا انا شعلت لها نص ساعة وهي الطيب من التحت و من بعد ذي 3 تقريبا 20 دقيقة من الفوق ذات اتتحمرت لي من فوق شوية مع الكرمب ما يديش وقت كبير والدجاج تاني ما يديش وقت باططارها طيبة تقريبا دالي 41 دقيقة 45 دقيقة هاركا هكتشوفوا الطاعة مع طمية الطيب من التحت كتشوفوا يطغلي و احنا ما نشحب بنا التحمر من فوق بزا في شوية الجبن يدوب وصائل هنعودكم بعد نشعلها من الفوق وهذا هو الطبق تاعنا راه واجد معانا ماريح تزعيت روعة مع رصوص طومات جهت ما شاء الله انا سوف نخرجها معاكم وهي عاد حامية تعالكم من الطبق تاعنا نحبو ناكلوهم و هم محامين هذي في رمضان ان شاء الله توجدوها هي اخر حاجة في النهار الصباح توجدوها قبل المغرب دخلوها طيب الكم قبل ما يتقدل المغرب بساعة ولا ولا بساعة و تكون واجدها باش تحطوها تفطروا بها هي عاد حامية انا جبت معاكم وحدا تشوفوا كل حبة وحدا تشبه خلية النحل خلية النحل بالخضر روعة تشوفوا باش ولاد كمي ويأكلوا كل شي الاطباق وكل شي الخضر اللي كانت كل شي انواع الخضر اللي يأكلوها ان شاء الله ان شاء الله يا ربي تجربوها وتكتبوا لي في كومنت اكيجات كما تشوفوا حتى الشكل تعالي شاهي الى فيديو قادم ان شاء الله استودعكم الله يا دي لا ترى و دائعوه مع السلامة اشتركوا في القناة